موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم ومشاهدين الكرام اليوم رح نحكي عن قناة نور ديزاين السلام عليكم ازاكم شوال بارب تكونوا بخير وفسعد انا محمد علي ودي قناة نور ديزاين لو انت مهتم في مجال لجرافك محمد علي من خلال قناته نور ديزاين رح يحكي لك كيف تبدأ من الصفر بص بقى مجال الجرافك مجال كبير جدا واسع جدا وصعب انك تلم بكل المجالات في وقت واحد فمهم جدا انك تختار تخصص معين وهو ده اللي تكمل فيه وعشان تختار التخصص ده محتاجك بترجع معي الورا كده وتسترجع معي اول مرة سمعت فيها عن الجرافك كان فين وازاي وليه وكمان حيدلك على اهم البرامج واهم المهارات هتعلم برامج ايه رقم واحد برنامج ادوبي الاستريتور بشكل الاساسي رقم اتنين برنامج ادوبي فوتشوب عشان اقدر ان انا اخرج عليه بعض الحاجات زي الموكبس يعني انا دلوقتي لما بعمل اللوجو بحتاج ان انا اورير العميل في شكل نهائي فبعمل الكلام ده على برنامج الفوتشوب والحلو في الموضوع انه حيرشح لك اهم المصادر العربية اللي بتقدم دورات للبدء بهالمجال اهم المصادر المجانية لتعلم البرامج رقم واحد برنامج ايه رقم واحد برنامج ادوبي الاستريتور من الصفر رقم اتنين قناة الاستاذ نور حمصي القناة فيها اكتر من بلاي لست لتعليم برنامج الاستريتور وكمان هتلقى فيه كزا بلاي لست لتعلم بصميم الشعارات والهوية البصلية بشكل عام مش بس هيك هيحدد لك اهم الاخطاء والعقبات اللي هتمر وحتواجهك خلال طريقك لانك مبتدئ وعشان تتعلم المونتاج محتاج تتعلم برنامج ادوبي بريمير برو او برنامج فاينال كات على نظام ماك او برنامج دافينجي ريزولف وفي الحالات دي دايما بنلجأ لقناة رستاذ مصطفى ماكرم هتلقى عليها كورس كامل لتعلم برنامج ادوبي بريمير كورس كامل لتعلم برنامج دافينجي ريزولف وتكنيكس مختلفة هتلقاها على الشانل ولانه يو اونلاين باهتم في دعم صنع المحتوى العربي وين مكانه تابعوا محمد علي على قناة نور ديزاين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة